التمرين رقم خمسين اف دالة عددية معرفة على ار بكثير حدود من درجة ثانية سي اف رسمها البياني في مستوي منسوب الى معلم متعامد ومتجانس اذا عدد الميمات هنا خمس ميمات فنختصر الكتابة معضيات اخرى دلتا هنا دلتا دلتا درواء بالفرنسية درواء وبالفرنسية درواء هذه الحرف الاول هو دي باليونانية دلتا هو بهذا الشكل ولهذا في التمرين كي نعدي دلتا بهذا الشكل وعندي دلتا بهذا الشكل المستقيم ذو المعادلة ايقراك تسوي ناقص نصف واف النقطة ذات الاحداثيات ثلاث على اثنين وصفر السؤال الاول مهم جدا وملفت للنظر بواسطة راسم او حاسبة بيانية معناتها استخدام جيو جابرا اجباري هذا اول سؤال ما تعرفش تخدم بجيو جابرا ما تقدرش تحل التمرين ولهذا كان عنوان في الدروس اجبارية استخدام جيو جابرا ويكون هذا التمرين عنه ارسم cf والمستقيم دلتا وعلم النقطة f اذا كما اتفقنا على هدف التمرين اجبارية الحاسبة البيانية جيو جابرا الدستور الكثير حدود من درجة ثانية بيانها 1 2 3 4 5 500 بالمناسبة كان احدهم قال لا احب هذا الرمز قلت له هذه تسمية واختصار في الرياضيات عدنا بي جي سي دي بي جي سي دي لبلي غران كومان ديفيزور ونستعمله في الرياضيات كذلك المستوي منسوب الى معلم متعامد ومتجانس او اي جي السؤال الاول بواسطة راسم او حاسبة بيانية ارسم جيو جابرا ارسمنا الدلة ارسمناها على هذا الشكل قطع مكافأة بهذا الشكل والمستقيم دلتا اللي هو دلتا وعندي النقطة اف ثلاثة على اثنين اه صفر بذا الشكل اذا هنا يا ارسمنا المستقيم هذا اللي هو دلتا دي كان مستقيم دي وكان مستقيم دلتا هذا مستقيم دي نواصل التمرين اه اه ام سفر نقطة من سي اف فاصلتها اكس سفر تختلف عن ثلاثة على اثنان اذا اه النقطة ام سفر هنا يا فاصلتها اكس سفر وترتيبتها اف اكس سفر ولا ننسى ان اف اكس سفر اه معروفة اذا كان ملاحظة اف اكس سفر هذه اه عندي هنا اذا ترتيبة ام هي اف اكس سفر و اف اكس سفر موجودة هنا نتذكر هذه الملاحظة احتاجها اذا ام سفر نقطة من سي اف فاصلة اكس سفر ترتيبتها اه هو قال فاصلتها اه والنقطة ام عندها فاصلة وعندها ترتيبة والترتيبة تكلمنا عليها نعوض في الدستور اش سفر المسقط العمودي لام سفر على دي و اصفر منتصف اف اش سفر اذا اه بالنسبة للنقطة اش سفر عالية المسقط العمودي نلقو اش سفر وعندي اف وتكون ا سفر منتصف اف اش سفر كما هو موضح نأتي الان الى السؤال احسب بدلالة اكس سفر احداثي اش سفر وا سفر اذا الجواب احداثي اش سفر و اصفر بدلالة اكس سفر اول معلومة اليست اش سفر من دلتا من دي من مستقيم دي نعم اذا ترتيبتها تسوي نقص نصف اللي هي نفسها معادلة دلتا خلاص عدنا الترتيبة نقص نصف عارو نقص نصف اش سفر مسقط ام سفر على دي اذا لها فاصلة ام سفر اذا ام سفر و اصفر لهم نفس الفاصلة وما هي فاصلة ام سفر هي اكس سفر وبالتالي اش سفر هي اكس سفر نقص نصف نأتي الى اجهز الاخر اللي هو اصفر بدلالة اكس سفر ماذا نعرف عن النقطة ا اصفر ماذا نعرف عنها هي منتصف اف و اش سفر اف نعرفها و اصفر عرفناها منذ قليل والآصفر منتصف ما معناه معناتها فاصلتها مجموع الفواصل تقسيم اثنان وترتيبتها مجموع الترتيب تقسيم اثنان اذا اتفقنا على هذه الكتابة الان نلاحظ التبسيط مهم نضرب في اثنان و نضرب في اثنان و نضرب في اثنان اثنان في اثنان اربعة اثنان في هذا الكسر نختزل اثنان مع الاثنان تبقى ثلاث و نوزع الاثنان هنا اثنان اكس سفر بنفس الطريقة نضرب في اثنان في اثنان في اثنان تولي اربعة واثنان مع اثنان تبقى نقص واحد اذا اصفر ثلاثة زائد اثنان اكس سفر على اربعة ونقص ربع نواصل احسب بدلالة اكس سفر معامل توجيه المستقيم اصفر ام سفر كان ملاحظة معامل توجيه المستقيم هو الميل وكيف نجده ميل مستقيم فرق التراتيب على فرق الفواصل اصفر عندي منذ قليل وجدته وام سفر عندي وهي اكس سفر اكس سفر واغر اكس سفر نعوضها في الدستور وندير فرق التراتيب على فرق الفواصل نتابع معامل توجيه اصفر ام سفر بدلالة اكس سفر فرق التراتيب على فرق الفواصل ما هي ترتيبة ما هي احداثيات اصفر وام سفر ام سفر احداثياتها اكس سفر اف اكس سفر والآصفر احداثياتها هذا المقدار احداثياتها هذا المقدار ونقص ربع ونقص نقص طول لزائد وجدناها منذ قليل لاحظ هذا المقدار هو الموجود هنا الآن نتابع الحسابات اتفقنا على هذا للتخلص من الكسر نضرب البسط والمقام في اربعة نضرب في اربعة هنا كل المقادير في اربعة معناتها ضربنا في القوس وزعنا اربعة اكس سفر هاي وره الاربعة تختزل مع الاربعة وش تبقى واحد اربعة اكس سفر هذي هي الاربعة مع الاربعة وش يبقى يبقى هذا المقدار ولكن لا ننسى الاخواس نحن هنا هذا المقدار نفسه هذا المقدار صح اربعة اكس سفر ناقص اثنان اكس سفر اثنان اكس سفر ونقص ثلاثة هاي نقص ثلاثة اذا تذكر انك وجدت ا هو هذا المقدار اربعة اكس سفر زايد واحد واثنين اكس سفر نقص ثلاثة ماذا اسميه اسميه معامل توجيه هذا المستقيم بدلالة اف اكس سفر ولكن هو قال لك بدلالة اكس سفر سوف نحتاج الى ان اغير هذا المقدار بما يستويه اغيره ماذا يوجد يوجد اربعة اف اكس سفر زايد واحد على اثنين اكس سفر نقص ثلاثة نوزع نوزع عندي اربعة اكس سفر مربع نقص ثلاثة اكس سفر هذه هي وهنا كين ثمانية زايد واحد تسعة وهذا المقدار نفسه نوصل لاحظ ان هذه متطابقة شهيرة يلا نجرب هذا مربع هو هذا هذا مربع هو هذا هذا في هذا ستة اكس سفر في الاثنان اثنان عشر اكس سفر نوصل لاحظ هنا ان اكس سفر لا تسوي ثلاثة على اثنان لان اكس سفر فاصلة ام سفر في بداية التمرين قالونا ان فاصلتها تختلف على اها مرة اكس سفر تختلف على ثلاثة على اثنان في المعطيات معناها نستطيع الاختزال هذا المقدار في نفسه وهذا المقدار مرة واحدة نختصر من البسط من المقام فتبقى 2x0-3 إذن خلاصة هي هذه أن معامل التوجيه هو 2x0-3 هذه نشفع لها الآن نحتاجه إذن معامل التوجيه هو 2x0-3 خلاص استفقنا نواصل استنتج أن المستقيم A0-M0 يمس Cf-M0 ما معنى يمسه ما معنى يمسه معناها العدد المشتق المستقيم هذا متى يمس إذا تحق شرطان الميل تعل المستقيم هذا الميل تعله هو العدد المشتق لفاصلة النقطة أم اللي هي X0 هنا فصلة نقطة أم صفر اللي هي X0 هنا إذن ماذا قلت هنا قلت فميله هو العدد المشتق لفاصلتها A فتح لX0 نحسب A فتح لX هو 2x-3 ونعوض بX0 وتعود 2x-0 وهذا المقدار هو نفس هذا وهو نفس A والA هو نفس الميل إذن معامل توجيه المستقيم A0 أم 0 فقط استنتجنا المستقيم السؤال الثالث والأخير انطلاقا من النتائج السابقة بين أن المسقط العمودي للنقطة F على الممس لCF في نقطة كيفية يكون ينتمي إلى المستقيم Y تساوي ناقص 4 هنا في الحقيقة بجيو جابرا تكون تتحرك النقطة لاحظ L'animation يهمني تميكم مفهم جيدا لاحظ معي جيدا ال-A أين هي هذه ال-A ولاحظ M0 عندما يتغير M0 تتغير A لاحظ A تتحرك A تتحرك ولكن أين تتحرك هذه النقطة A بالحق نقدر حاجة كذلك نقسم المعلم إلى إلى ربع إقلاق هذا يا Distance واحد على أربعة لاحظ معي الحركة هذه بجيو جابرا حركة مهمة لاحظ A هذا هو نقص ربع لاحظ عندما تتحرك النقطة M M0 عندما تتحرك خذ الشكل لاحظ معي النقطة هذه هذه نقص لاحظ معي لاحظ أنها تتحرك على هذا المستقيم لاحظ لاحظ إذا نقدر ندر حركة بجيو جابرا نطلب من جيو جابرا أن يرسم الأثر أفيشيلة لأتراس وندر أنيماسيو هنا أنيماسيو لاحظ أين تتحرك النقطة آهالية لاحظ إذا هناك المستقيم هذا معادلته نصف نقص نصف وهذا معادلة نقص ربع إذن آصفر هذا فعلا أنيماسيو هنا تتحرك على مستقيم معادلته نقص ربع هذا الإثبات التكنولوجي إذن تكنولوجيا أثبتنا أن آ تتحرك على مستقيم معادلته نقص نصف ولكن كيف نبرهن كتابيا إذن السؤال هنا برهن برهن أن ماس قط آف على المماس ينتم إلى دلت في الحقيقة شرحت جيدا هنا وتعمدت شرح المفصل نطرح أربع أسئلة أولا متى يتآمد المستقيمان ميليا إذن نطرح سؤال متى يتوازى المستقيمان ميليا إذا كان ميلاهما متساويان نسحق اليوم متى يتآمد إذا كان جداء ميليهما يسوي نقص واحد تذكر المنصف الأول والثاني تعود عندك معلم هذا الشكل معادلة المنصف الأول معادلة المنصف الثاني ميلي واحد وميلي نقص واحد جداء الميليين سوي نقص واحد هذه النتيجة عمّا إذا كان جداء الميليين يساوي نقص واحد فإن هذين المستقيمين متى آمدين نحتاج هذه النظرية نظرية أخرى من هو مسقط آف على المماس هو أصفر إذا كنت نجي شوف الرسم اللي عندي من هو مسقط آف على المماس لاحظ الآن المماس أين هو هذا هو المماس وذه هو آف والمسقط هو آصفر آصفر ما هو المحل الهندسي أو مجموعة النقط لآصفر لما آم سفر كيفية هو المستقيم دلتا إجريك سوى ربع هل يمكن رؤية ذلك بجيو جابرا نعم في اليوتوب تجربة الساتدة رأيناه منذ قليل إذن المعطيات نفرض آمد سفر كيفية من سي آف ودلتا المماس لسي آف في آمد سفر أول سؤال فمن هو مسقط آف على دلتا أول شي نجيب إحداثيات آف ونجيب إحداثيات آف ونحسب معامل توجيه المستقيم آف سفر هذا كم يساوي ميل المستقيم فرق التراتيب على فرق الفواصل إذن لاحظ معي الترتيبة هذه وترتيبة هذه هذا نقص هذا هو هذا ومن بعد هذا نقص هذا هو هذا آآ نضرب الطرفين نوحد المقامات نحسب هذه نحسب وهنا نوحد المقامات ونضرب البسط المقام في أربعة تختزل أربعة تبقى واحد على ثلاثة نقص 2 إذن ماذا وجدنا ميل المستقيم هذا وسابقا وجدنا ميل المستقيم هذا نحسب جداء ميليهما سنجده نقص 1 معناتها المستقيمان متعامدان معناتها مسقط F هو A0 إذن بما أن ميل المستقيم A0F و A0M0 جداء ميليهما يساوي نقص 1 فإن هذان المستقيمان متعامدان فما هي الخلاصة الأولى A0 هو المسقط العمودي للنقطة F على A0M0 مماس لCF عند M0 إذن الخلاصة الأولى على حسب طريقة السؤال فمن هو مسقط F على دلتا جواب هذا السؤال مسقط F على دلتا هو المستقيم هو النقطة A0 هذا السؤال الأول نأتي إلى السؤال الثاني برهان أن A0 من دلتا أجي خلاصة من هي ترتيبة A0 دوما ثابتة وتسوي نقص 4 لاحظ معي A0 ما هي ترتيبتها نقص 4 معناها A0 تنتمي إلى المستقيم الذي معادلته Y تسوي نقص 4 هذا وش قلتنا يا ترتيبة A0 دوما ثابتة وهي نقص 4 ترتيب A0 دوما ثابت وهو ندره مو كل مذكر ولا مو كل مؤنث معلش ترتيب A0 دوما ثابت ولا ترتيبة ترتيبة ترتيب A0 دوما ثابت لكن ما حبينا سلتشوفوا لو شمال فين ترتيب A0 دوما ثابت معلش ندره ثابت باش كل الشي يكون يقولها في عربية كيف يسموها تجامل صوي عدوا هدل اسمها دوما ثابت يعني قادر نحبس الفيديو بالعلي ما حبستوش احيانا نحب نخدم اعمال مباشرة بهذا الشكل هاك ده احيانا نحب نخدم اعمال مباشرة بهذا الشكل اذا ترتيب A0 دوما ثابت وهو نقص 4 اذا نقطة A0 تنتمي الى المستقيم الذي معادلته Y تساوي نقص 4 هذه الخلاصة رقم 2 اذا عندي الخلاصة رقم 1 والخلاصة رقم 2 فما هي الخلاصة النهائية من النتائج السابقة A0 المسقط العمودي ل F على المماثل C F في نقطة كافية M0 يكون ينتمي الى المستقيم ذي المعادلة Y تساوي نقص 4 بهذا ينتهي التمرين رقم 5 بهذا اكون قد انتهيت من التمرين رقم 5 والحمد لله رب العالمين رقم 5 رقم 5